السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم عزيات الله باصف السنة الاعدادة ومعاكم مسر اندى حسن والنهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض مسائل متنوعة على طبقة التروبوسفير المسائل دي بتبقى سهلة جدا جدا ما تقلقوش منها خالص ومهمة كمان جدا جدا ليه لانها لازم تيجي معاكم في امتحان نص السنة بصوا المسائل دي بتبقى عبارة عن ثلاث حاجات درجة الحرارة عند القمة درجة الحرارة عند السفح وارتفاع يعني يحكي لك قصص طويلة عريضة يقول لك جبل اه مثلا مبنى او مركب وطائرة تحلق فوق هذا المركب ابقى عندي ثلاث حاجات في المسألة هيديني منهم حاجتين ويطلب التالتة سهلة جدا ما تقلقوش خالص القانون الاساس اللي انا بحلي بالمسائل كلها هتبقى مقدار التغير في درجة الحرارة يسوي الارتفاع في ستة ونص تعالوا نشوف مع بعض اول مسألة عشان نقدر نفهم القوانين بتاعتها بيقول لي اذا كانت درجة الحرارة عند نقطة معينة من سطح البحر تلاتين درجة مقوية فكم تكون درجة الحرارة على ارتفاع اربع كيلو فوق مستوى تلقى النقطة يعني انا بصو هرسم حاجة بسيطة كده هون درجة الحرارة عند سطح البحر تلاتين درجة والارتفاع اربع كيلو وعيز درجة الحرارة على ارتفاع الاربع كيلو كأنه بيقول لي درجة الحرارة عندها السفح تلاتين وارتفاع الجبل او ارتفاع المبنى اربع كيلو متر وعيز درجة الحرارة عندها القمة أول حاجة في المسائل لما أنتم يجيلكوا ارتفاع يبقى لازم أطبق القانون ده مقدار التغير في درجة الحرارة هيساوي الارتفاع في 6 ونص يبقى بمجرد ما شوف ارتفاع في المسألة أكتب القانون واجيب مقدار التغير في درجة الحرارة الارتفاع في 6 ونص يبقى إذن الارتفاع كام 4 كيلو في مقدار التغير 6 ونص ليمس لأن أنا كل ما برتفع 1 كم إلى أعلى تقل درجة الحرارة بمقدار 6.5 درجة مقوية طيب أنا هرتفع لأعلى كام؟ هرتفع 4 كم يبقى 4 في 6.5 هتديني 26 درجة مقوية يبقى ده مقدار التغير في درجة الحرارة طيب التغير ده ممكن أن يكون بالزيادة أو بالنقص أنا درجة الحرارة عند السفع 30 وعايز درجة الحرارة عند القمة وهتتغير 26 درجة طيب هتتغير بالزيادة ولا بالنقص أنا كل ما بطلع إلى أعلى تقل درجة الحرارة يبقى درجة الحرارة هتقل يبقى إذن هتتغير بالنقص يعني إيه؟ يعني درجة الحرارة على ارتفاع 4 كم هتسوي درجة الحرارة عندها السفع اللي هي 30 ناقص مقدار التغير في درجة الحرارة اللي هي 26 طيب ليه مز ما قلناش زائد لأن أنا بطلع إلى أعلى والقانون بتاعي بيقول لي كلما ارتفعت إلى أعلى واحد كيلو متر تقل درجة الحرارة 6 ونص يبقى هنا درجة الحرارة عند السفح ناقص مقدار التغير في درجة الحرارة يبقى 30 ناقص 26 هتسوي أربعة درجة مقوية بإذن تحت في السفح 30 درجة مقوية وعند القمة أصبحت أربعة درجة مقوية لأن هي قلت 26 درجة طيب تعالوا نشوف مع بعض المسألة دي لو اداني بقى درجة الحرارة عند القمة والداني ارتفاع وعايز درجة الحرارة عند السطح تعالوا نقرأها كده احسب درجة الحرارة عند سفح جبل سفح جبل يعني في الأسفل ارتفاعه 6 كيلو ارتفاع الجبل 6 كيلو إذا كانت درجة الحرارة عند قمته 10 درجة مقوية قلنا قبل كده مدام الدنيا ارتفاع يبقى أول خطوة هقول إيه مقدار التغير في درجة الحرارة هيسوي الارتفاع في 6 ونص يبقى الارتفاع كم 6؟ في 6 ونص هتديه 39 درجة مقوية يبقى إذن درجة الحرارة عند الأعلى 10 وهتتغير بمقدار 39 طيب التغير ده بالزيادة ولا بالنقص؟ لا أنا بنزل يبقى التغير ده بالزيادة عشان كده أنا هاجمع هاجمع درجة الحرارة عند القمة زائد مقدار التغير في درجة الحرارة هيطلع لي درجة الحرارة عند السفح ولازم أكتب القانون يبقى درجة الحرارة عند السفح هستوي درجة الحرارة عند القمة زائد مقدار التغير في درجة الحرارة درجة الحرارة عند القمة كام؟ عشر مقدار التغير اللي أنا جيبته كام؟ تسعة وثلاثين يبقى إذن درجة الحرارة عندها السفح أسوي تسعة واربعين درجة مقوية المسائل سهلة جداً ما تقلقوش منها وكلها بسيطة أهم حاجة بس تبقوا فاهمين المسألة أول ما هي يديني ارتفاع يبقى أضرب على طول ارتفاع في ستة ونص عشان أجيب مقدار التغير في درجة الحرارة بعد كده أشوف لو أنا مديني درجة الحرارة عند القمة وعايز درجة الحرارة عند السفح يبقى أنا هجمة لأن كل ما بنزل بتزيد درجة الحرارة طيب لو العكس لو درجة الحرارة عند السفح وعايز درجة الحرارة عند القمة لأ هبدأ هنا أطرح أطرح الدرجة الحرارة عند السفح ناقص مقدار التغير في درجة الحرارة اللي أنا أطلعتها طيب تعالي شوف مع بعض نوع تاني من المسائل زهب طالب في رحلة لزيارة أحد الجبال يبلغ ارتفاع 1500 متر خلي بالي من كلمة متر دي عن سطح البحر علما بأن درجة الحرارة عند السفح يعني في الأسفل 30 درجة مقوية ما قيمة درجة الحرارة عند قمة الجبل زي ما قلت لكم مديني هنا ارتفاع مديني درجة الحرارة عند الأسفل أو عند السفح وعايز درجة الحرارة عند القمة طيب قلنا أول ما يديني ارتفاع بعمل إيه بضرب الارتفاع في 6.5 بس خلي بالكم هنا في فخ بقى في الارتفاع مديني الارتفاع بالمتر ينفع؟ لأ ليه لأ؟ لأن القانون بتاعي بيقولي لكل ارتفاع مقداره 1 كيلو متر طيب كل درجة الحرارة 6.5 درجة مقوية طيب الارتفاع هنا بالمتر يبقى لازم أحول ارتفاع إلى كيلو متر عشان أقدر أطبق القانون يبقى أول خطوة هقولها تحويل الارتفاع إلى كيلو متر يبقى الألف وخمسمية ألف وخمسمية متر هقسمهم على الألف هادينا بالكيلو متر يبقى ألف وخمسمية على ألف هادي هادي دينا واحد ونصف كيلو متر طيب أنا خلاص الارتفاع عندي أصبح واحد ونصف كيلو متر احنا قلنا لو فيه ارتفاع يبقى هتطبق القانون مقدار التغير في درجة الحرارة هيساوي الارتفاع في 6.5 هذه القانون مقدار التغير في درجة الحرارة هيساوي الارتفاع في 6.5 يبقى هتطبق القانون مقدر التغير، يعني كام هيتغير كام؟ ستة ونص يبقى واحد ونص في ستة ونص، هتiggly baixo 75 درجة مقوية يبقى ده مقدر التغير مقدر التغير، مقدر التغير اقول نه ممكن يكون بالزيادة او بالنقص طيب، انا هطلعرفو وعايز درجة النقم يبقى مقدر التغير ده بالايه؟ بالنقص يبقى أنا هجيب درجة الحرارة عند قم وا Tall نقس مقدر التغير في درجة الحرارة ليا ميس تاني علشان أنا كل ما برتفع إلى أعلى تقل تقل يعني نقص يبقى أنا أقول نقص تقل درجة الحرارة بمجدار 6.5 لكل 1 كم يبقى إذن درجة الحرارة عندها السفح نقص مجدار التغير في درجة الحرارة هيديني درجة الحرارة عندها قمة الجبل درجة الحرارة عندها السفح كام 30 مجدار التغير اللي أنا جبته كام 9.75 يبقى إذن درجة الحرارة عندها قمة الجبل يطلع لـ 20 و 25% درجة مقاوية المسألة برضو سهلة جدا بس اخد بالي ان مديني ارتفاع بالمتر وما ينفعش طبعا بالمتر ارتفاع لازم يكون بالكيلو متر يعني هقسم على ألف الخطوة اللي احنا عملناها نشوفها مع بعض كده جب الارتفاع خمس تلاف متر متر مش كيلو متر تمام يبقى لازم احول هنا من متر الى كيلو متر يعني هقسم على ألف من سطح البحر فكم يكون الفرق فيه درجة الحرارة بين السفح الجبل وقمته يعني عايز الفرق في درجة الحرارة ما بين السفح يعني تحت هنا وبين قمة الجبل فوق هنا طيب في البداية خالص لازم احول من متر الى كيلو متر يبقى تحويل الارتفاع من متر الى كيلو متر هقسم على ألف يبقى خمس تلاف على ألف هديديني خمسة كيلو متر طيب بعد كده فرق درجة الحرارة ما بين سفح الجبل وقمته هو نفسه مقدار التغير في درجة الحرارة يبقى تسوي الارتفاع في 6 ونص يبقى إذن 5 اللي هو الارتفاع في 6 ونص هدينا كام 32 درجة ونص مقاوية يعني فكرة المسألة هنا حاجتين أول حاجة أن أنا أخد بالي قوي أن الارتفاع لازم يكون بالكيلو ومش بالمتر تاني حاجة أنه بيقول لي عايز الفرق بين درجة الحرارة ما بين سفح الجبل وقمته الفرق ده يعني عايز يقول لي إيه مقدار التغير في درجة الحرارة ما بين سفح الجبل وقمته مسألة سهلة جدا وبسيطة جدا جدا تعالوا نشوف المسألة دي برضو سهلة وبسيطة إذا كانت درجة الحرارة عند قمة جبل أقل من درجة الحرارة عند سطح البحر بمقدار 19 ونص درجة مقاوية يا ترى الجملة دي معناها إيه عارة تاني كده إذا كانت درجة الحرارة عند قمة جبل أقل من درجة الحرارة عند سطح البحر بمقدار 19.5 درجة مقوية فكم يبلغ ارتفاع الجبل الجملة الاولى دي معناها ايه ان فيه فرق او درجة الحرارة عند القمة اقل من درجة الحرارة عند سطح البحر مقدار 19.5 يبقى اذا 19.5 دي ايه 19.5 دي مقدار التغير في درجة الحرار طيب هو عايز الارتفاع يبقى اكتب القانون مقدار التغير في درجة الحرارة بيسوي الارتفاع في 6.5 ومنها هيجيب الارتفاع احطي ايدي على الارتفاع كده يبقى اذا الارتفاع هيساوي مقدار التغير في درجة الحرارة على 6.5 بقى الارتفاع هيساوي مقدار التغير في درجة الحرارة على 6.5 مقدار التغير الدهولي كام يدهول 19.5 على 6.5 هيبقى اذا الارتفاع هيساوي كام 3 كيلو متر فكرة المسألة كلها هنا انك تفهم ان مقصود ب ان درجة الحرارة عند القمة الجبل اقل من درجة الحرارة سطح البح يساوي 19.5 درجة مقوية هي المقصود بها مقدار التغير في درجة الحرارة بعد كده طبق القانون العادي بتاعنا جدا اهو مقدار التغير في درجة الحرارة هيساوي الارتفاع في ستة ونص تعالوا نشوف المسألة دي احسب ارتفاع الجبل درجة الحرارة عندها سفحه يعني اسفل هنا كده كم اشين درجة والدرجة الحرارة عندها القمة فوق سالب ستة درجة مقوية طيب هنا بصوا ده نوع تاني بقى من المسائل لو اداني درجتين حرارة هجيب انا في اول حاجة مقدار التغير في درجة الحرارة بساوي درجة الحرارة عندها السفح ناقص درجة الحرارة عندها القمة تمام يبقى انا ده نوع تاني من المسائل لو اداني درجتين حرارة هيتلوب بين الارتفاع طيب لما يديني درجتين الحرارة هعمل ايه او الخطوة هقولها مقدار التغير في درجة الحرارة هتساوي درجة الحرارة عند السفح نقص درجة الحرارة عند القمة طيب عند سفحي كام عشرين نقص درجة الحرارة عند القمة كام سالب ستة يبقى عشرين سالب سالب ستة سالب بسالب بموجب يبقى ازا عشرين زائد ستة يبقى ستة وعشرين درجة مقوية يبقى ازا ده مقدار التغير في درجة الحرارة بس هو عايز الارتفاع طيب ما انا عندي القانون اهو مقدار التغير في درجة الحرارة هيسوي الارتفاع في ستة ونص. انا عايزة الارتفاع. الارتفاع يسوي ايه? مقدار التغير في درجة الحرارة على ستة ونص. اكتب القانون. اهو الارتفاع. يسوي مقدار التغير في درجة الحرارة على ستة ونص. انا جبت مقدار التغير كام? ستة وعشرين. على ستة ونص هديديني الارتفاع اربعة كيلو متر. برضو مسألة سهلة. المهم احنا نفهم فكرة المسألة. يبقى احنا عندنا خلاص اصبح الحاجة قاعدة عندي. لو انا اداني درجتين حرارة. اول خطوة هعملها اقول ايه? مقدار التغير في درجة الحرارة هيسوي. درجة الحرارة عنده السفح نقص. درجة الحرارة عنده القمة. بعد كده هايجقه اهو عايز الارتفاع. اقول الارتفاع هيسوي مقدار التغير على ستة ونصف. مقدار التغير لانا طلعته هاسمه على ستة ونصف هيطلعني الارتفاع. تعالوا اشوف مع بعض النوع ده من المسائل. جب الارتفاع 4000 متر 4000 متر خلاص احنا عارفنا بقى اول ما هيدينا الارتفاع بالمتر اول خطوة عاملة هحولها الى كيلومتر طيب درجة الحرارة عندك قمته سلب 4 درجة مقوي يبقى عندك القمة كده سلب 4 درجة مقوي انا طبعا لما برسم المسألة وبلخصة بالمنظر ده بتبقى سهلة علي شوية فكام تكون درجة الحرارة عند منتصف الجبل يعني عايز درجة الحرارة في النص هنا طيب الارتفاع كله كام 4000 متر اول خطوة بقولها تحويل الارتفاع الى كيلومتر يبقى ازا الارتفاع كامل 4000 على الالف هيسوي 4 كيلو لكن انا مش هاخد الاربع كيلو كلهم تعايز درجة الحرارة عند منتصف الجبل يعني عنده نصف الاربع يبقى ازا هنقول ارتفاع نصف الجبل هيسوي 4 الى 2 هيبقى سوي 2 كيلو يبقى ازا هنا انا هشتغل على الارتفاع 2 كيلو مليش دهب الاربع كيلو لانه مش عايز الجبل كله عايز نصف الجبل طيب احنا قلنا ايه قلنا مادام الداني ارتفاع يبقى اول خطوة هكتبها مقدار التغير في درجة الحرارة هيسوي الارتفاع في 6 ونص الارتفاع كام 2 في كام في 6 ونص يبقى 2 في 6 ونص هسوي 13 درجة مقوية بعد كده هو عايز درجة الحرارة اسفل النقطة اللي هي درجة حرارتها سالب 4 درجة مقوية اسفل منها ب2 كيلو يبقى انا هعمل ايه هنقول درجة الحرارة على ارتفاع 2 كيلو متر او درجة الحرارة عند منتصف الجبل هتسوي ايه هتسوي درجة الحرارة عند القمة زائد مقدار التغير في درجة الحرارة اللي انا طلعته يبقى اذا هتسوي درجة الحرارة عند القمة كام سالب 4 زائد مقدار التغير اللي انا جبته كام 13 كأنه بيقول لي 13 ناقص 4 هدي دين درجة الحرارة كام 9 درجة مقوية مسألة بسيطة فكرتها برضو اول خطوة ان انا لازم احول الارتفاع من متر الى كيلو متر تاني خطوة انه طلب مني نص الجبل يبقى اخد بالي ما اضربش الارتفاع اعتبره 4 لا الارتفاع عندي بقى اصبح 2 كيلو مش 4 كيلو متر تعالوا نشوف المسألة دي فكرتها سهلة جدا برضو مدهاش اي صعوبة تعالوا نشوفها مع بعض عند قياس درجة الحرارة فوقصتها قارب قارب ارسم القارب كده درجة الحرارة كام عنده 22.75% درجة مقوية وعندما قيصت في نفس الوقت من طائرة هليكوبتر تحلق اعلى القارب اعلى يبهي درجة الحرارة عند القمة وجد انها كام 13 درجة مقوية احسب ارتفاع طائرة عن سطح القارب قلتلكو المسائل اللي زي دي هيدينا درجة الحرارة عند القمة ودرجة الحرارة عند السفحة او تحت وعايز يطلب مني الارتفاع ممكن يقول لي بقى جبل مبنى قارب وطائرة انا مش مش يعني مش مشكلة عندي خالص خالص كل القصة الواحدة هلي في المسألة المهم ان انا بلخصها كأنه قال لي ايه درجة الحرارة عند القمة 13 ودرجة الحرارة ده السفحة 22 75 درجة مقوية عايز الارتفاع طيب قلنا لم اول ما يديني درجة الحرارة ب traced بعمل ايه او المقدار التغير في درجة الحرار هيساوي درجة الحرارة عند السفح اللي هي عند القارب نقص درجة الحرارة عند القمة اللي هي عند الطائرة يبقى subtلينة كام عند الصفح كام 22 75 وعند الطائرة كام 13 درجة مقوية تهالي اه تمام يبقى اذن 22 75 نقص التلاتاشر هتديني كام هديني تسعة خمسة وسبعين درجة مقوية يبقى ازن ده مقدار التغير في درجة الحرارة يبقى ازن الارتفاع من القانون اللي احنا كاتبينه الارتفاع هيسوي ايه مقدار التغير في درجة الحرارة على ستة ونص يبقى ازن عين مقدار التغير تسعة خمسة وسبعين على ستة ونص يبقى ازن هتديني كام واحد ونص كيلو متر يبقى ازن هزي طائرة ترتفع عن القارب بمقدار كام واحد ونص كيلو متر تعالوا نشوف مع بعض المسألة دي إذا كانت درجة الحرارة عند نقطة سين التي تقع في التروبوسفير 8 درجة مقوية يبقى سين 8 درجة مقوية هعتبر سين النقطة دي درجة الحرارة كام 8 درجة مقوية احسب درجة الحرارة عند رقم ألف النقطة صاد التي تقع أسفلها بمقدار 3000 متر يبقى إذا صاد تحت سين بكام ب3000 متر حل الألف الأول بعدين أبقى حل به علشان ما تلغبطش طيب هنا قال للارتفاع كام ما بين صاد بسين 3000 متر متر أهي يبقى أنا أول خطوة هعملها إيه هقول تحويل ارتفاع إلى كيلو متر يبقى 3000 على ألف هدديني 3 كيلو متر طيب بعد كده قلنا إيه مدام عندي ارتفاع يبقى إذن هقول مقدار التغير في درجة الحرارة هيساوي الارتفاع في 6.5 الارتفاع كام 3 في 6.5 هدديني 19.5 درجة مقوية طيب بعد كده عايز درجة الحرارة عند النقطة صاد اللي هي أسفل سين يبقى إذن هتساوي إيه هطرح ولا هجمع لا وأنا بنزل كده يبقى أنا هجمع درجات الحرارة يبقى إذن درجة الحرارة عند النقطة صاد هتساوي درجة الحرارة عند النقطة صاد زائد مقدار التغير في درجة الحرارة اللي أنا طلعتها هكتب القانون ما ننسهوش عشان أخد درجته كاملة يبقى إذن درجة الحرارة عند النقطة صاد هتساوي درجة الحرارة عند النقطة صاد زائد مقدار التغير في درجة الحرارة عند نقطة صين كام؟ 8 درجة مقوية زائد مقدار التغير اللي أنا طلعته كام؟ تسعتاشر ونص يبقى تمانية زائد تسعتاشر ونص هتبقى سبعة وعشرين ونص درجة مقوية طيب حدا هيسألني يا ميس ممكن اخد الالة الحاسبة معي في الامتحان ضروري تاخدها معك ومسموح جدا بالالة الحاسبة داخل الامتحان عشان تقدر تحلي بها المسائل وما تتلغبطش. يبقى انا خلاص عملت المطلوب الاول اللي انا جبت درجة الحرارة عند النقطة صاد. تاني مطلوب عايز من درجة الحرارة عند نقطة عين التي تقع اعلى نقطة سين بمقدار اثنين كيلو متر. طيب نقطة سين اهي? عين اعلى من سين باثنين كيلو متر. طيب كيلو متر اثنين ارتفاع. اذا اول خطوة هقول ايه? مقدار التغير في درجة الحرارة. هيساوي الارتفاع في ستة ونص. الارتفاع كام اثنين. في ستة ونص هيتبقى تلاتاشر درجة ما قوية. يبقى انا كده جبت مقدار التغير في درجة الحرارة. طيب اسأل نفسي يا ترى مقدار التغير ده هيبقى بالزيادة ولا بالنقص? لا انا بطلع لاعلى وهطلع لاعلى كام اثنين كيلو. يبقى ازن مقدار التغير في درجة الحرارة ده يبقى بالنقص. يبقى ازن درجة الحرارة عند النقطة عين. هتساوي ايه? درجة الحرارة عند النقطة سين. ناقص مقدار التغير في درجة الحرارة. تعالوا نكتبها. درجة الحرارة عند النقطة عين. هتساوي درجة الحرارة عند النقطة سين. ناقص مقدار التغير في درجة الحرارة. عند النقطة سين كانت كام? تمانية. مقدار التغير اللي انا طلعته كام? تلاتاشر. يبقى تمانية ناقص يبقى سالب خمسة درجة مقوية بإذن درجة درجة الحرارة عند النقطة عين أسوي خمسة درجة مقوية وممكن يقول لي هل يتكون جليد عند هذه النقطة عند نقطة عين هنقول نعم يتكون جليد عند نقطة عين لأن الجليد يتكون عند صفر درجة مقوية وعين درجة حرارتها تحت الصفر بخمسة درجة مقوية يبقى فعلا يتكون الجليد تعالوا نشوف مع بعض المسألة دي بيقولي من الشكل المقابل طبعا أنا ما أتخضش من الشكل إحنا قلنا قبله كده المسألة كلها بسيطة وسهلة طيب أنا هادرس الشكل الأول بعدين هشوف المسألة مديني هنا مبنى ومديني طيارة فوق المبنى درجة الحرارة عند سطح الأرض كان 19 25 درجة مقوية والدرجة الحرارة عند الطائرة كان 3 درجة مقوية ومديني ارتفاع ما بين سطح المبنى والطيارة كان 2 كم طب تعالوا نشوف المسألة بقى مع بعض نقرأ المسألة الثانية كده من الشكل المقابل احسب ارتفاع المبنى إذا كانت درجة الحرارة المسجلة عند الطائرة 3 درجة مقوية ودرجة الحرارة المسجلة عند سطح الأرض 19 25 درجة مقوية طب هنا اداني درجة حرارة مديني درجة الحرارة هجيب الفرق في درجات الحرارة يبقى هكتب كده فرق درجات الحرارة بين الطائرة وسطح الأرض هيساوي درجة الحرارة عند سطح الأرض ناقص درجة الحرارة عند الطائرة يبقى درجة الحرارة عند سطح الأرض كام 19 درجة مقوية ناقص درجة الحرارة عند الطائرة كام 3 درجة مقوية يبقى هتديني كام 16 25 درجة مقوية يبقى فرق درجات الحرارة ما بين سطح الأرض والطائرة من أعلى كام 16 25 درجة مقوية طيب انا عندي الارتفاع بيسوي ايه بقدر التغير في درجة الحرارة على 6 ونص طيب الارتفاع اللي أنا هجيبه هل ارتفاع المبنى؟ لا مش ارتفاع المبنى لأنه هجيب الارتفاع ما بين سطح الأرض والطائرة تعال نحسبها كده يبقى الارتفاع ما بين سطح الأرض والطائرة هيساو مقدار التغير في درجة الحرارة على ستة ونص مقدار التغير أنا طلعته كام؟ ستاشر خمسة وعشرين على ستة ونص يبقى إذن الارتفاع ما بين سطح الأرض والطائرة كام؟ اتنين ونص كيلو متر تعالوا بقى نبص على الرسم الارتفاع ما بين سطح الأرض من تحت هنا لحد الطيارة فوق خالص كام اتنين ونص طيب ما بين سطح المبنى والطيارة كام اتنين كيلو متر يبقى إذن المبنى نفسه كام لما كل ده كده اتنين ونص وشيلت منهم اتنين يبقى تفضل كام نص نص كيلو طب إزاي تعالوا نحسبها كده بالقوانين يبقى إذن ارتفاع المبنى هيساوي ايه الارتفاع ما بين سطح الأرض والطائرة ناقص الارتفاع ما بين سطح المبنى والطائرة يبقى تنين ونص ناقص اتنين هتساوي خمسة من عشرة كيلو متر يعني هتساوي كام هتساوي خمسمية متر اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا المسائل كويس واللي ما فهمهاش ممكن يعيدها تاني ويشوف الفيديو مرة واثنين وثلاثة لو في اي مشكلة سبوها لي في الكومنت وانا هرد عليكم اتمنى طبعا ليكم كل التوفيق وطبعا احنا بدأنا ان احنا نشطب في المنهك يعني ذاكروا كويس ولو في اي مشكلة عندكم سبووا لي برضو الاسئلة في الكومنت وانا هساعدكم ونبقى مع بعض على طول عشان انا عايزاكو كلكو تقفلوا العلوم اتمنى لكم كل التوفيق والنجاح يا رب وكانت معكم مصر اندى حسن وشكرا ليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة